السلام عليكم. يعطيكم العافية شباب وصبايا سادس اليوم ان شاء الله مس راح يكون هذا اخر فيديو لنا لشارح الدروس. اه بعرف ان ضاهل عندكم تلاتة دروس. اوز راح تسلون يا مس ضاهل تلاتة دروس تتجمع تلاتة دروس مع بعض. اه راح اجمع تلاتة دروس مس مع بعض. اه اللي هو المدرج التكراري والمنحنى والمضلع التكراري والقطاعات الدائرية. طيب شباب ليش احنا جمعنا تلاتة دروس? لانه مس انتو عندكم هلأ. ما نختم المادة عشان الانتحان النهائي. تمام? ومس بدي احكي لكم شغلة. بالنسبة لهاي الدروس تمام? عنا احنا فيها رسم. والرسم شوي انه صعب احنا نرسم من خلال الفيديو. عشان هيك راح نستكفي بس انه هو يعطينا الرسمة جاهزة. وانا اطلع المعلومات. يعني انا ما بدي منك ترسم مدرج ولا منحنى ولا مضلع ولا قطاعات دائرية. انا كل اللي بدي اياه منك فقط فقط مس انه اذا انا اعطيتك رسمة جاهزة تمام? انت شو تطلع لي منها المعلومات المطلوبة منك. تمام? تعال نشوف مثلا زي مثال اتنين صفحة ستة الى اتنين. هذا الدرس اللي هو المدرج التكراري. انا بدي اعطيك هالرسمة انتبع علي. بحكي لك يمثل المدرج التكراري لعلامات طلاب الصف السادس في الامتحان لمبحث رياضيات علامة العظمى ثلاثين. شباب بدي احكيكم شغلة. بالنسبة للمدرج احنا مرأ معنا بصف الخامس. بديك تعرف شغلة. انه هذا شكل المدرج التكراري. هو كمان لتنظيم البيانات. اه احنا اخدنا كيف انظم بيانات من خلال جدول. وعرفنا ولاحظنا انه قدش تساعدني اني اعرف المعلومات بسرعة. اليوم راح ناخد كمان تمثيل البيانات من خلال اللي هو الجدول المدرج التكراري تمام. ومن خلال هذا المدرج انا بدي اطلع هاي المعلومات عندي. طلع هو نظم لي بيانات وجهز لي اياهم. بحكي لك هنا راح يحط على الرأسي عدد الطلبة. وبالافق راح يحط اللي فئات الى علامات تمام. هلأ هو حط لك الفئة من ثلاث ونص للست ونص ماشي. بكم طالب جابوا اللي هم اه كم عدد الطلاب اللي كانوا جايبين العلامات اه من ثلاث ونص للست ونص كانوا طالبين. تمام? واللي جابوا علامات من الست ونص للتسعة ونص كانوا اربع طلاب. وهكذا. تمام? تعال نجاوب على الاسئلة اللي اجات عنا. طيب. ليه هيك حطين ثلاث ونص للست ونص؟ هاي راح تاخدوها اه هي اسمها مركز فئة. تمام? الفئة بتكون هي هون من اربع على الستة. لكن لما نيجي ممثلة لازم احط مركز فئة عشان يقدر يسكر معاي هاد المدرج. تمام? لو اخدنا الرسم كان احكيت لكم ياها بالضبط اش هي? لكن انا بهمي هلأ كرسمة هاي. انا بقدر اطلع من هاي المعلومات. يلا تعال نشوف. واحد. بحكينا اي الفئات العلامات اكثر تكرارا. اي فئات العلامات اكثر تكرارا. معناته انا لازم لما اطلع بجوابي اطلع ايش? الفئة. انتبه. فئة. تمام? لانه اي فئات العلامات اكثر تكرارا. اي فئات العلامات اللي اكثر تكرارا. بتطلع وين اكتر عمود اكتر اشي اتكرر معي. اللي هو اطول واحد. اللي هو هاد. راح تكون فئته باخد لمحصورة بنعتهم. اللي هي من تسعة ونص الى اتنى عشر ونص. ببلش بالحد الادنى الى الحد الاعلى. اذا من التسعة ونص لاتناش ونص. تمام? هي مجاوبة. من تسعة ونص لاتناش ونص. طيب. ما عدد الطلبة الذين حصلوا على العلامة اكتر من اتنى عشر. اكتر من اتنى عشر. هاي هون عندي انا من اتناش ونص. تمام? اكتر من الاتناش. اكتر من اتناش. معناته اللي حصلوا من عندي اتناش ونص للتمنتاش ونص. هم اللي حصلوا على علامة اكتر من الاتناش ونص. منهم الطلاب كم اللي هو هذا العمود وهذا العمود. تعال نشوف في الحد الاعلى الو كم هون سبعة. سبعة. وهنا كم? تنين. معناته سبعة زائد تنين يساوي تسعة. هاي الجواب. اذا عدد الطلب الذين حصلوا على اكثر من اتناش. راح يساوي سبعة زائد اتنين وتساوي تسعة طلب. طيب. تعال لعنا عسوال ثلاث. بحكي لك ما تكرار الفئة من خمستاش ونص لطمانتاش ونص. هي خمستاش ونص لطمانتاش ونص. كم مرة تكرارات? باخد على العمود لايك راسي. كم بطلع عندي اتنين? اذا اتنين. باجي بكتب هون ايش عندي اتنين. وساوي اتنين. طيب. ما عدد طلبة الصف او طلاب الصف. ما عدد طلاب الصف. راح اجمع كل اعلى راس للعمود. يعني هون عندي اتنين اربعة. اتنين زائد اربعة. زائد عشرة. زائد سبعة. وهون كمان ما ننسى انه فيه كمان اياش اتنين. فراح احط عشرة زائد سبعة زائد اربعة زائد اتنين. زائد اتنين ويساوي خمسة وعشرون طالبا. توقع الموضوع كتير سهل وبسيط. شباب راح ناخد كمان هذا السؤال ثلاث اللي هو صفحة تسعة وتسعين من تمارين ومسائل. تحكي لي جمع احمد وعمر بيانات عن اعمار الموظفين في احدى مؤسسات الحكومية. وعرضا هذه البيانات في مدرج تكراري الظاهر في الشكل ستة الى تلات. اي الفئات العمرية هي اقل تكرارا. لاحظوا هون عندي عدد ونظفين وعندي هون فئات الامار. عندي هون عدد ونظفين وهون عندي فئات الاعمار. تحكي لي اي الفئات العمرية هي اقل تكرارا. يلا من اقل واحد في الترار اللي هو اصغر راح يكون اصغر على مودي اللي هو هاد. حكا لي فئات انتبهو. فبحكي لي من خمسة واربعين ونس لا تسعة وجوة انس. فاجي وهذا تدوينه على الكتاب السؤال. تمام. ما الفئة العمرية? لاحظوا سألني عن فئة العمرية كمان بدي اجاوب بالفئات. ما الفئة العمرية التي عدد موظفيها اتناشر موظف? مين اللي اتكررت لعند الاثناش? هي اتناش. بشوف مين? ممتاز. هيها. شو الفئة العمرية? اللي هي من السبعة وتلاتين ونص لواحد وارفعين ونص. بحتي له من سبعة وتلاتين ونص لواحد وارفعون ونص. تمام. جيم بحتي لي ما عدد الموظفين الذين اعمارهم تتراوح بين تلاتين سنة وتلاتة وتلاتين سنة. من تلاتين سنة لتلاتة وتلاتين سنة. يعني لو اخذ من تسعة وشرين ونص تلاتة وتلاتين ونص راح تكون ايش? كم عددهم هو بحكي لي? ما عدد الموظفين الذين اعمارهم? اذا راح اخذ من تلاتين لتلاتة وتلاتين ونص راح اطلع 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 اشوف اديش تكرارات عشرين. اذا كان موظف راح يكونوا عشرين موظف. الموضوع كتير سهل وبسيط. تمام? هيك بنكون خلصنا المدرج التكراري. بالنسبة لدرس المضلع التكراري والمنحنة التكراري. شو بدي افهم منه? المضلع التكراري ومنحنة التكراري هم الاتنين نفس المتعل. الاتنين آآ سريد. اتنين نفس الموضوع. تمام? المضلع التكراري ومنحنة تكرار اتنين نفس الموضوع. وقلهم نفس الاهمية ونفس كل اشي. لكن الفرق بناترام. بحكي لكم اياه. اول شغل لو طلعنا على الجدول. بحكينا يمثل الجدول المجاور اعمار المعلمين في احدى المدارس التانوية. كيف يمكن مساعدة منذر على تمثيل هذه البيانات? هلأ احنا على تمثيل البيانات بمنضلع تكراري او بمنحنة تكراري? شباب انا ما بدي انتم يتمثلي. انا رأعطيك التنثيل جاهز. تمام? بس شايفين هذا الجدول بحكي لك انه من فئة الاعمار اللي كان يشتغلوا من اتنين وعشرين لست وعشرين كانوا تمن اشخاص. ولما صار عمرهم من سبعة وعشرين لواحد وتلاتين الاساسة صاروا احد عشر شخص. من الاساسة بتراوح اعمارهم من سبعة وعشرين لواحد تلاتين. من اتنين وتلاتين لست وتلاتين كانوا عشرين شخص. وهكذا. تمام? هو مسلكية بمضلع تكراري. هاي. مثله جاهز. انا هيك بدي اودي لك الرسمة جاهزة. هاي مضلع تكراري. هلا لا يسمون مضلع تكراري? طلعوا الشباب. مضلع تكراري كمان هو بيعمل على تنظيم البيانات بطريقة يعني كيف عملنا الجدول. حكينا اسهل منه المدرج. كمان هاي في اشي اسهل اللي هو المضلع. تمام? هاي انا بعطيك هاد المضلع. انا بمثل البيانات فيه جاهز. تمام? هلا بدي احكيكم شغلة شباب. آآ عندك هدول هدولة بسموهم مراكز فئة. تمام? مراكز فئة. لما يجي آآ يمثلهم. ماشي? هدولة بيكون اسمه مراكز الفئة. عشان ايك انت مش شايف الفئة مية بالمية. تمام? طيب. هلا انا اللي بهمني ليش سموه مضلع? مضلع لانه مست هونة طلعوا جميع قطاعوا شمالها مستقيمة? وايش الشكل كمان مغلق? عشان ايك سموه ايش? مضلع. انا راح يجيك الجوال الوحيد اللي راح يجيك بهذا الدرس كل اياته راح يجيك اني اعطيك هاد الشكل واحكي لك اصف لي. اصف لي هاي العلامات. ماشي? اصف لي اياه. هاي العلامات. انه شو لاحظت آآ بالأعمار بأعمار الاساسي. شو بتلاحظ هون? اصف لي انت شو شفت بهذا الشكل. انا بحكي لك كيف تكتر اصفه مس. بتكتحكي انه المضلع التكراري هاد اللي هو كان ناتج من عدد المعلمين. ماشي? من عدد المعلمين بزداد. لاحظوا انه شباب كل مرة هون عنا شو عم بيعمل? بزيد 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 بزيد. لحد ما وصل للعشرين. صح? معناته هون بزدادوا عدد المعلمين بزدياد العمر. ليه? لانه لما كان عمر الاساسي من اتنين وعشرين لست وعشرين كان تمانية صح? من الاساسي من ايينهم. بس لما صار عنا الاساسي اللي اعمارهم من سبع عشرين لواحد وثلاثين انا اخدت احد عشر استاذ. تمام? لانهم اكبر شوي. هلأ من اتنين وثلاثين لست وثلاثين اخدت عشرين استاذ. اذا كل مرة اش مالي انا كل ما بزيد العمر بزيد عدد مين? عدد الاساسي. لحد ما يوصل لعمر اه مش اتنين وثلاثين لست وثلاثين اللي هو لعمر الاربعة وثلاثين. تمام? المتوسط بناء تمام? لالاربعة وثلاثين. انه لحديت لعمر تلاتين كان عشرين استاذ. فالعمر الاغلب لهو الاربعة وثلاثين. هو الافضلية كانت له لحديت العشرين. تمام? لامر الذي يظل على انه معظم المعلمين اعمارهم حول الاربعة وثلاثين. هنا كان عندي معظم المعلمين شو اعمارهم اربعة وثلاثين. بعدين بيصير يتناقص بيزديد ايه شو العمر. انتو بتعرفوا انه كل ما كبر الاستاذ. احنا اه بنحكي لا بدنا استاذ باول حياته لانه يكون عنده يعني حيوية وعنده كزا. لانه اكيد الاستاذ راح يتعب ويقعد بالبيت. تمام? كل ما كبر. فهونا اه لما بيكبر الاستاذ احنا بيقل الطلب عليه. فاديش بيصير عندنا لما كانوا من عمر سبعة وثلاثين لواحد واربين كانوا ثمان اثاثة من اثنين واربعين لست واربين كانوا خمس اثاثة. فهوان اطلعوا لما صاروا عمرهم تسعة وثلاثين قلوا ولل اربعة واربعين اقل ولحديد موصله التسعة واربين. تمام? اما بالنسبة لمنحنة التكراري بنقدر نرجع اه نحل نفس السؤال اللي هو تاع الاساثة وامت له بالمنحنة التكراري. منحنة التكراري مس نفس خطوات نفس 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 خطوات المضلع التكراري. لكن الفرق انه كونه منحنة خطوطه شو رح تكون منحنية? خطوطه منحنية. ونفس الوصف اللي انا وصفته في المضلع دك توصفه وين? بالمنحنة. ما في اي فرق بين انا بهمني انك تفهم الفرق اه بين المنحنة والمضلع بخطوطه. انه هنا منحنة وهناك ايش رح يكون قطع مستقيمة. تمام? طيب بالنسبة لسؤال اتنين. بينا الشكل بينا الشكل ستة لستة منحنة التكراري لعلامات الطلاب الصف السادس في امتحان في امتحان نهاية العام الدراسي مبحث الرياضيات. صف تغيير عدد الطلاب بالفئات العلامات اعتمادا على هذا المنحنة. لاحظوا شباب. كان علاماتهم من خمس وارفعين لمية وخمسة. تمام? احنا بنلاحظ شباب انه كل احنا بنلاحظ شباب انه كل ما زادت العلامة كل ما زادت العلامة زاد عدد ايش? الطلاب. يعني ارتفع عدد الطلاب. بنلاحظ انه من خمس وارفعين لخمس وخمسين كانوا ست طلاب وزادوا ازدادوا كل ما زادت العلامة ازداد عدد طلاب من خمس وستين. تمام? رجع اتناقص من عند الخمس وسبعين. يعني اغلب آآ سوري كانو انه عندك بآه طلاب انه عند علامة الخمس وسبعين. نقص شوية بن عدد الطلاب. رجعوا ازدادوا لحديد الخمس وتمانين. كان فيه تزايد. وبعدين كمان في تناقص عند الخمسة وتسعين لما علية العلامة اتناقصت تمام؟ في تزايد وفي تناقص بين الطلاب انه ازدادوا من بعد الخمسة واربعين باللاحظ انه ضل زيادة من خمسة واربعين لحديد الخمسة وستين كانت انه كل ما بنزيد العلامات يزيدوا عدد الطلاب اللي بجيبوا علامة اعلى بعدين رجعت اتناقصت لعند الخمسة وسبعين لما علامة الخمسة وسبعين اتناقصت تمام؟ بعدين رجعت من الخمسة وسبعين للخمسة وتمانين ارتفعت وظلت مرتفعة لحديد الخمسة وتسعين ولحديد اتناقصت سوري زايدت من خمسة وسبعين للخمسة وتمانين ورجعت اتناقصت من الخمسة وتمانين لخمسة وتسعين نقص عدد الطلاب لما ارتفعت العلامة هيك بنكون وصفنا السؤال اتنين تمام بقدر كل اللي حكيته باختصاره انه لحظه بهذا الكلام اللي انا حكيته. تمام? هذا بده يتدون على الكتاء ان شاء الله. نس اخر درسي هو القطاعات الدائرية. قطاعات الدائرية شوي مس بدك تركز معي. لانه في عندك بدك توجد اشياء اولها واحد يعني ممكن انه يعطيني انا اوجد اللي هي واحد. ممكن يطلب مني نسبة مئوية. وممكن يطلب مني شباب نسبة مئوية. وممكن يطلب مني زاوية القطاع. تمام? هلا رح نتعلم كيف احنا رح نطلحهم. انتبه عليك. اذا اعطيتك هاي الرسمة جاهزة زي مثال اثنين كما فيه مثال اثنين. بيحكي لك اللوحة ستة الى عشرة تمثل دخل احدى الاسواق التجارية خلال اربع ايام. والذي بلغ خمس الاف دينار. هلا الربح هدول تاحهم كل الدخل تاحهم خمس الاف دينار. هلا هم بيقسموا الخمس تلاف قسموها من خلال اربع ايام. يعني هذا الربح في الاربعة ايام. اليوم الاول كان تمانية وعشرين بالمية. ربح تمانية وعشرين بالمية من اصل الخمس تلاف. تمام? واليوم التاني ربح الف دينار واليوم الثالث مش موجود الرباح انا بدي اطلعه واليوم الرابع الف ومئة دينار تمام? هاي الرسمة هاي الرسمة بسموها القطاع الدائري كمان يا شباب هذا تمثيل بنظم البيانات تمام? هذا كمان تمثيل بنظم البيانات تمام? تعال نشوف السؤال الاول بحكي لك ما قياس زاوية القطاع الذي يمثل دخل اليوم الثاني اليوم الثاني اليوم الثاني كم دخله? الف ما بده شباب ما بده انت قداش دخله هو بيعرف انه الف وهي يكاتب لك الف بده الزاوية هاي الزاوية بده هاي الزاوية كم زاوية القطاع؟ تبع عليك بدك تطلعه طيب اول شغلة انه احنا بنعرف انه الزاوية حولها نقطة كلياتها كم راح تكون تلتمية وستين درجة تلتمية وستين درجة معناته هذا جزء من تلتمية وستين درجة شو بعمل؟ نتيبهه علي عشان اطلع زاوية القطاع كي بطلعها؟ نتيبهه علي شباب اول شغلة بحط ارادات اليوم الثاني على مجموع الارادات يعني بحط انا المصاري تعون اللي تلع معاي في اليوم الثاني على كل الارادات تمام؟ تمام؟ طيب ارادات اليوم الثاني كم كانت عندي؟ الف تمام؟ من اصل كم؟ خمس آلاف ضر بضربها بزاوية تلتمية وستين درجة عشان يحول لي هذا الرقم لزاوية تمام؟ لتلتمية وستين درجة كي بدي اضربها؟ هلأ كلهم هدول بروحوا صح ولا لا؟ لأصفر تمام؟ بضرب هلأ بقسم تلتمية وستين على خمسة في عفقة قابلية قسمة ليه لانه احدها هون صفر بختصرها هاي فيها واحد وهاي فيها كم؟ تنين وسبعين لما تقسمها رح تطلع معك تنين وسبعين درجة اذا كم زاوية القطاع؟ تنين وسبعين درجة برجع بحكي باخد المصاري اللي هي الارادات اليوم الثاني اللي انا مطلوب مني على المجموع الكل اللي لهم وبضربها بتات مية وستين درجة تمام السؤال الثاني شو طالب مني؟ هاي ومسيك حللكم يا نفس الحال اللي احنا حلنا تمام؟ طيب بحكي لك السؤال الثاني ما قيمة الدخل اليوم الاول؟ اليوم الاول هوم اعطيك نسبة تمانية وعشرين بالمية من اصل الخمس الاف طيب كم بالفلوس يعني انا ما بدي نسبها لا بدي اياها الفلوس شو بدك تعمل؟ سهلة كيف بنعمل؟ بنحكي هوم اصلا المصاري كام خمس الاف صح؟ وهو اخد منهم تمانية وعشرين بالمية تمانية وعشرين على مية تمام؟ يلا اختصر صفرين واضرب هلا هون صفر بطلعه بضرب خمسة في تمانية اربعين خمسة في اتنين عشرة واربعة اربعة اربعة اش اذا الف واربعمية دينار تمام؟ اذا كان في اليوم الاول حاصل على الف واربعمية دينار هو كان شو ما اعطيني نسبة مئوية تمام؟ هلا شو بيحكي لك؟ عندك اللي هو السؤال الثالث ما قيمة الدخل اليوم الثالث اليوم الثالث وما نسبة المئوية؟ يوم الثالث عندي مجهول شباب كيف دي اطلع اليوم الثالث لانو عندي مجهول انا بحكي لكم نجمع اللي هو بالثلاث ايام قديش هو اه دخل مصاري وبننقصه من دخل الاربعة ايام اللي هو كان خمس الاف طيب تعال نحكي انه ما نعطوه خمس الاف يأ خمس الاف ناقص نجمع الثلاث ايام مصبوط ولا لا اول يوم اللي هو عندي كان الف اللي هو اليوم الثاني واليوم الاول كان الف واربعمية واليوم الرابع كان الف ومية يلا نجمعهم شو بيعطونا؟ ثلاث الاف وخمس مية ونقصها من الخمس الاف معنا عطوه صفر صفر هيا رح تصير عشرة وهيا رح تصير اربعة هيا خمسة واحد دي نار اذا كم بليوم الثالث كان الف وخمسمائة دي نار الف وخمسمائة دي نار تمام طيب كي بتطلع النسبة المئة وية لا الدخل ليوم الثالث هو بده اه ومع نسبته المئوية يعني بدي نسبة المئوية لليوم الثالث كي بتطلعه شباب نفس ما طلعنا الاول تمام لا اصوري هناك طلعنا زاوية القطاع اه هلا كيف تطلع النسبة المئوية اللي هو الطلب التاني اللي حكيت عنه بالاول الدرس المئوية كي بتطلعه انتبه علي بحط مجموع الارادات ماشي شباب مجموع الارادات اللي هو الف وخمسمائة على اديش من اصل اديش هما من اصل خمس الاف وبضربها بمية بالمية بضربها بمية بالمية لانه النسبة مئوية لو طلب زاوية بحط ثلاثمية وستين بضربها بثلاثمية وستين كلهم نفس الطريقة تمام طيب يال هون شو راح يسير عندي بطلير الاصفار هاي سفرين مع سفرين بروح ماشي وبضربهم بضرب الخمسةعش بالمية وبقسمها على خمسين كمان هذا السفر بقدر اروحه مع هات بيطلع معاي مية وخمسين آآ على خمسة طب هاي فيها واحد وهاي فيها تلات تلاتة في عشرة تلاتين اذا وتساوي تلاتة في عشرة تلاتين وهي بالمية اذا تلاتين من مية تمام آخر سؤال اللي هو بحكي لي ما النسبة المئوية للدخل لليوم الرابع اليوم الرابع نفس الحكي نسبة المئوية شباب نفس الطريقة نسبة المئوية لليوم الرابع شو بتساوي قداش اليوم الرابع هو كان الآمية على من اصل كم خمس الاف من خمس الاف بضربها في مية بالمية هاي طير الاصفار مع بعض تمام واضرب ال 11 بالخمسين هاي فيها عندك هون صفر مع صفر بروح وهاي فيها واحد وهاي فيها اتنين اذا مساوي 22 بالمية تمام 22 بالمية وهيك بكون طلعك النسبة المعوي بتير سهل الموضوع شباب عندنا سؤال اتنين اللي هو صفحة 109 سؤال اتنين صفحة 109 بيحكي لك سؤال اتنين سجلت نجاح انشطتها اليومية كما في الجدول التالي معطيني المطالعة اخدت منها عدد ساعات اتنين بتطالع كل يوم ساعتين وبتنام 8 ساعات وبالمدرسة بتقضي 6 ساعات وبتحل واجباتها بساعتين وبتشاهد التلفاز ب3 ساعات ومهمات اخرى بتقوم فيها 3 ساعات تمام هدولا كل ياتون وانا جمعتم شو بيطلعو 24 ساعة لانه خلال اليوم كامل تمام بقولك الرسم البياني الدائري في الشكل 6 إلى 11 بيان انشطة نجاح خلال اليوم 24 ساعة اجب عن الاسئلة الاتية واحد بيحكي لك كيف يمكن ان تعين قطاع النوم لماذا وين راح احط قطاع النوم ممتاز لكل راح يكون حاكي لي انه ايش راح نحطه بالاخضر ليه لانه اكبر قطع لانه اكبر قطع اذا هون راح احط انا النوم تمام لانه اكبر قطع طيب بيحكي لنا اه عين على الرسم كل من القطاعات الواردة في المسألة شباب الشوية الاصغر منها راح تكون مين هي المدرسة صح هون راح احط ايش المدرسة النهاية اصغر بشوي المدرسة تمام هلا انا راح عندي 8 و 6 ضل عندي طلعوا 2 و 2 و 3 متساويات الاتنين هم راح يكونوا الاصغر فرح احط هنا انا المطالعة مطالعة وهون راح احط اللي هي حل الواجبات حل الواجبات المدرسية وهون راح احط عند الثلاثة مشاهدة التلفاز وهون اللي هي المهمات الاخرى صح تمام هيك بكون انا عين طيب عين على الرسم كل من القطاعات عينناهم جيم ما قياس زاوية كل من القطاع المطالعة والنوم بده النوم النوم كم اصلا كان تمانية من اصل 24 بده زاوية القطاع وعندك المطالعة كانت اتنين تعال نشوف زاوية راجب احكي له زاوية قطاع النوم يسهل كم ساعة هي بتنام 8 ساعة 8 ساعة من اصل كم 24 كونو حكالي زاوية معناته بضرب 360 درجة تمام يأ تمانية هاي فيها واحد وهاي فيها تلات نقسمها على تلات هاي فيها واحد وهاي فيها واحد دينين ستر اذا 120 درجة اذا وتساوي 120 درجة طيب بده زاوية قطاع المطالعة بده زاوية قطاع المطالعة شو بتساوي زاوية قطاع المطالعة بتساوي نفس المبدأ المطالعة كانت اتنين اتنين من اصل 24 ثلاثمية وستين درجة هاي فيها واحد وهاي فيها اتناش وهاي فيها واحد وهاي كم بضربها بتلات عشان تعطينا اتناش تلاتين اذا تعطينا تلاتين درجة اذا زاوية القطاع تلاتين درجة تم هلا بيحكي لنا ما قياس زاوية القطاع حلنا هلا اي القطاعات متساوية القطاعات المتساوية ليه هي مين ممتاز الاخرى مع مشاهدة التلفاز هذول المتساويات وعندي مطالعة وحل الواجبات الدراسية الواجبات المدرسية متساوية تم هيك بنكون انا هنا شباب كل درس اللي هو القطاعات الدائرية تمام وخلينا نحل هذا المثال يأ مثال ثلاث مثال ثلاث بيحكي لنا هلين نحل مثال ثلاث بيحكي لنا تمثل الشكل يمثل الشكل ستة الى اتناش مبيعات احدى اسواق التجارية في شهر رمضان والبالغة مئة الف دينار اجب عن الاسئلة التالية ببيعه مواد غذائية اربعين بالمية منظفات خمسة وعشرين بالمية حلويات خمستاش بالمية وملابس عشرين بالمية تمام وكلهم بيطلعوا مئة الف دينار تمام تعال نشوف شو ننجاوب بقولك الف ما المبلغ الذي باعت فيه السوق اه مواد غذائية اللي بده المبلغ هو ادي اشتلاع اربعين بالمية شباب شو بعمل ممتاز بضرب هلأ باجي بحكي له مئة الف باجي بحكي له المئة الف ضرب اربعين بالمية يعني على مية اقتصر هون سفرين مع السفرين بتروح وهنطلع تلات اصفر والسفر اللي هون الرابع راح يطلع اربع اصفر وواحد اربعة اربعة دي نار اذا كم كان اربعين الف دي نار كانت هاي للمواد الغذائية هي اقتلع مع اربعين الف ببيع مواد غذائية با بحكي له با ما المبلغ الذي باعت فيه السوق الحلويات ما المبلغ اللي باعوا فيه السوق الحلويات الحلويات كانت خمستاش بالمئة نفس العملية مئة الف ضرب خمستاش على مية سفرين مع سفرين بروحوا يطلعوا خمستاشر الف باعوا فيها دينارة باعوا فيها الحلويات تمام جيم بحكي لك ما مجموع المبلغ الذي باعت فيه السوق الملابس والمنظفات لازم اكون مطلع انا اديش الملابس لحال و اديش المنظفات لحال ماشي وبعدين اشبع ما اجمع الملابس كانوا مئة الف ضرب عشرين على مية لان نسبة عشرين بالمية تمام رح اطير من هون سفرين رح يطلع مع عشرين الف دينار عشرين الف دينار كانوا من هدول اللي هما الملابس اما المنطفات من المائة الف ضرب خمسة وعشرين على مية سفرين مع بعض بروحوا بطلع معاي اللي هو خمسة وعشرون الف دينار هاي كانت ايش المنطفات فالمجموع رح يكون مجموع اللي هو المبلغ الى مجموع المنطفات والملابس معا رح يكون عشرين الف زائد خمسة وعشرين الف ويساوي ثلاث اصفار عندك خمسة اربعة دينار كان مجموع الملابس مع المنطفات مع بعض تمام هاي بالنسبة للفرع ايش جيم تعال على فرع دال بيحكي لك ما قياس زاوية القطاع الدائري الذي تمثل مبيعات المنطفات المنطفات على المنطفات احنا اديش حكينا تقوموا بدو زاوية القطاع تمام زاوية قطاع المنطفات كيف بدي اطلحها وعشرين على مية وهنا في عندي سفر قطير مع السفر هات وهون على خمسة فيها خمسة وهنا على خمسة فيها الثنين هنا فيها واحد وهنا اتناش درجة خمسة بيعطينا وهو ستين ستين درجة هيك بيكون عنا انهينا درس القطاع الدائري ترجمة نانسي قنقر